اشتركوا في القناة الذاتي للمغرب ووفد عن مجلس جهة الدار البيضاستات يقوم بزيارة لمدينة العيون للقاء نظرائهم عن مجلس الجهة وفي النشرة ايضا اقامة حفل ببجدور للاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في الاسلس الاول من الموسم الدراسي اهلا بكم بعث صاحب الجلال الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلال السلطان حاج حسن بلقية سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده واعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن احر التهنى واصدق المتمنيات لسلطان بروناي دار السلام ولأفراد اسرته الملكية الجليلة بموفور الصحة والسعادة والهناء ولشعبه الشقيق بالتراضي التقدم والرخاء في موضوع قضية الصحراء جدد السيد ياو اصافو مارفو والوزير الرئيسي برئاسة جمهورية غانا اليوم الجمعة بالرباط دعم بلاده الكامل لموقف المغرب بخصوص قضية وحدته الترابية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي الذي يحظى بتقدير الهيئات الدولية والعديد من الدول باعتباره جدا وذا مصداقية كما جدد المسؤول الغني خلال المباحثات التي اجرها مع رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني دعم بلاده لكافة مبادرات المغرب الرامية لاسترجاع عضويته في مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي تقرير في الموضوع لعياد سرتي بين الرباط وأكرى تنسيق سياسي يجسده دعم غان الكامل للمغرب في قضية وحدته الترابية ومبادرته الرامية الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ملفات تناولتها هذه المباحثات وخلالها إشادة بدور المغرب ومكانته في مسلسل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الصمراء في نقاشاتنا مع رئيس الحكومة كان هناك توفق في الجانب السياسي فغانا تدعم المغرب ليصبح عضوا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا وتدعم أيضا موقفه بخصوص قضية وحدته الترابية ومقترح الحكم الذاتي غانا سعيدة جدا لعودة المغرب للاتحاد الافريقي هناك علاقات متنوعة على المستوى الاقتصادي على المستوى تبادل الخبرات بالخصوص هناك طلبة غانيين يدرسون في المغرب منذ سنوات ويزداد هذا العدد وكيزداد هذا العدد هناك أيضا تعاون على المستوى السياسي وتناقشنا حول دعم غانا للمغرب في الالتحاق بسدعو وأيضا في قضية الصحراء وأيضا في عدد من القضايا السياسية الأخرى مباحثات تم خلالها استعراض مختلف أوجه التعاون الثنائي وسبل الدفع به في كافة المجالات عبر تكثيف الزيارات وبرامج تبادل التجارب والخبرات بما يتيح الاستغلال الأمثل لمؤهلات الشراكة التي يوفرها اقتصاد البلدين في موضوع آخر يقوم هذه الأيام وفد عن مجلس جهة الدار البيضاء استات بزيارة لمدينة العيون قصد لقاء نظرائهم عن مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وكانها قد كان اليوم مناسبة لعقد لقاء تواصلي بين الجانبين وزيارة عدد من المشاريع على مستوى مدينة العيون روبرتاج محمد المصطفى خياو عبدالله المحمود في اللقاء التواصلي الذي جمع ممثلي مجلس جهة العيون الساقية الحمراء بنظرائهم عن مجلس جهة الدار البيضاء سطات نقاش هام حول سبولي دعم علاقات السدقة والتعاون بين المجلسين وتبادل التجارب والخبرات في المجالات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية والريادية والنقاش ايضا تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون التي تربط الجانبين وسبل اخراجها لحيز الوجود ان شاء الله له نجر معهم عدة مشاريع التي تكون اتفاقيات بين نحن وهم في المستقبل ان شاء الله لانه هذا اليوم كجلسة تعارف وتبادل الخبرات وعراء جئنا لمدينة العيون من اجل تسريع وطيرة العمل لتطبيق مدامين التفاقية التعاون والشراكة جميع الميادين منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتقافية اضافة الى المجال الزراعي والعديد من الميادين التي سوف تستفيد منها الجهتين من خبراتهما من وطاقاتهما كذلك وخلال هذا اللقاء التواصلي اطلع وفدو مجلس جهة الدار البيضاء سطات على المجهودات الهمة التي تشرف عليها جهة العيون الساقية الحمراء في المجال التنموي وكيفية تجعي الاستثمار ودعم الأوراشي والمشاريع الكبرى على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء هذه الاتفاق جد مهمة لان جميع الليجان المكونة للمجلس تصهر الآن على وضع واحد برنامج وتفعيله اللي تم الاتفاق عليه واللي هو ليهم ساكنة العيون الجهة العيون الساقية الحمراء بالخصوص ويهم كذلك جهة الدار البيضاء الكبرى هما عندهم الدار البيضاء سطات كل المشاريع الممكن إنجازها في هذه الجهة يمكن إنجازها أو إنجاز نظيرها في جهات أخرى بطريقة أو بأخرى نحن رؤساء الليجان الدائمة متفائلون جدا وجدنا وحدة الروح ديال تعاون وحدة الروح وحدة الرغبة في العمل عند نضرائنا في هذه الجهة رؤساء الليجان الدائمة بمجلس الجهة العيون الساقية الحمراء ممثل مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والدار البيضاء وفي ختم أنشطة اليوم أشرف على عدد من الزيارات الميدانية لمشاريع مختلفة على صعيد مدينة العيون في مجالات البنى التحتية والتجهيزات الأساسية والصناعة التقليدية والشأن الرياضي كما حل بمدينة الداخل وفد صحفي لوسائل إعلام وطنية ودولية في طر رحلة صحفية تحمل شعار الداخل وعجائبها السابعة الطبيعية الرحلة تسهر على تنظيمها الجامعية المغربية للاتصال والتنمية السوسي اقتصادية والتجهي على الاستثمار بشركة مع مجلس جهة الداخل ودذهاب الوفد عقد مجموعة من اللقاءات إلى جانب قيمه بجولات ميدانية بالمدينة تفاصيل أوفة مع محمد لمين القارح ومحمد يتاس خلال لقائهم مع رئيس وعدد من أعداء مجلس الجهة ومسؤولين جهويين اطلع أعداء الوفد الصحفي على مؤهلات المنطقة في مختلف القطاعات كالسياحة والصيد البحري والفلاحة اللقاء تم خلاله أيضا استعراض مجموعة من المزايا التي تزخر بها الجهة وفاق الاستثمار الواسعة البرنامج التنموي وأهم الأوراش كان لها نصيب من النقاش ليتوج اللقاء بتوقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الجهوي للسياحة والجمعية المنظمة من جهة والإذاعة السياحية الإسبانية من جهة أخرى وهو ما من شأنه ترويج المنتوج السياحي للجهة على المستوى الأوروبي الهدف الأول هو أولا يعطاعهم نظر عن الاستراتيجية التنمية المتبعة في الجهة ما يتعلق ببرنامج التنمية الجهوي ما يتعلق ببرنامج التعاقدية مع الدولة ما يتعلق كذلك مع الأسخة اللي هو يعني الشيما غيجونال لاميراج ما تغيطها هذا كانت فرصة يطلعوا أولا على هذه المعطيات كلها أهم القطاعات اللي تم تطرق له القطاع السياحة اللي هو في الحق القطاع الناشئ وعنده مستقبل كبير جدا في الداخل قطاع الفلاحي كذلك كان حاضر وقطاع الصيد البحري اللي هو كذلك يشكل يعني محور يعني الاقتصاد الجهوي بالنسبة لجهة الداخل والذهم اللغاء مهم جدا هو صحافة الدولية جات في هذا اللغاء باش تعدل تسويق للداخل على مستوى دولي وعلى السياحة في الداخل المستوى دولي هذا هو الهدف من هذا اللقاء وكان مهم جدا نضينا واحد عقد شاركة مع راديو توريزمو راديو توريزمو هذه واحد الإداعة أوروبية المقردية لها في مدريد وعندها الزنطين باقتوف في الأوروب اللي ترويج المنتج السياحي هذا العقد شاركة لدينا معهم وهو كذلك لترويج السياحة الدخلة والدهب في العيدة عندها الجاميع الأوروبيين يسمعون بأن الدخلة والدهب المنتج السياحي والفرص التي تستطيع استثمار فيها من ناحية السياحية لينتقل بعدها الوفد إلى مدناء المدينة في إطار زيارة ميدانية للوقوف على مدى التطور فيما يخص البنيات التحتية الأساسية الوفد الصحفي زار أيضا وحدة إنتاج وتصنيع للأسماك وسوق السمك وهي منشآت تشهد على سير الجهة بخطة ثابتة على درب النماء خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصيد البحري بوصفه رافدا أساسيا للتنمية بالمنطقة تمت دعوة للاكتشاف جهة الداخلة وأنا لم أزرها من قبل صراحة لقد أدهلني مدى التطور وغنى فرص الاستثمار هذه زيارة الأولى للداخلة وفي الحقيقة الداخلة لها مستقبل واعد وكبير على مستوى السياحة كما يجب أن لا نغفل توفرها على بنيات تحتية في المستوى الهدف من هذه الزيارة هو الطلاع على مجموعة من المشاريع في عدة مجالات الاستثمار في السياحة صيد البحري في الاقتصاد وأيضا حتى في الصناعة التقليدية طبعا الجديد في هذه الزيارة أن هناك تطور الذي رأيناه هنا في مدينة الدخلة زيارة الوفد الصحفي تمتد على مدى ثلاثة أيام سيطلعون من خلالها أكثر على مؤهلات المنطقة كما أن هذه الزيارة تشكل مناسبة للترويج جهة الداخل وادي الذهب سياحيا على المستوى الدولي خاصة وأنها أصبحت تتبوأ مراتب متقدمة كواحدة من أفضل الوجهات السياحية عالميا في شأن التربوي وتحت شعار التعليم الأولي أساس بناء المدرسة المغربية نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية وتكوين بجليمين بشاركة مع مجلس جهة جليمين ودنون دورة تكوينية هي الثانية التي تستهدف مربيات ومربي التعليم الأولي بالجهة دورة نطرها مختصون وفاعلون في الحقل التربوي والمزيد رفقة حفظ محضار سناء بن ناوي ودحمان بعيريس لفائدة المربيات والمربين بتعليم الأولي تنظم هذه الدورة التكوينية دورة توزعت على مجموعة من الورشات والوحادات الموضوعاتية التي قربت هذه الفئة المستهدفة من الأسس التي تحكم تنظيم فضاء القسم والزمن وكذا آليات التخطيط التربوي بالإضافة إلى الضوابط المحددة للبناء بالتعليم الأولي محور آخر بسط ميكانيزمات التواصل الصف في التعليم الأولي هذه الورشة هي ورشة خاصة ببناء المفاهيم في قسم التعليم الأولي نعرف على أن المفاهيم لا يجب أن تبنى بطريقة تقليدية المتجاوزة لأن ينجل قسم التعليم الأولي ونقدم المتعلم مفهوم سواء كان مفهوما رياضياتيا أو مفهوما علميا أو مفهوما مرتبطا باللغات سواء اللغة الفرنسية أو اللغة العربية هي أمور عندها ضوابط منهجية عندها قواعد ديدكتيكية يجب أن نحترمها نستهدف من هذا بناء الدورة التكوينية للمرة الثانية ساقل تكوينات المربيات الفضليات على التخطيط الدور التخطيط المدى القصير المدى المتوسط المدى ثم الباعي المدى ثم انطلاقا من الفرش النظري المعطى في هذا الإطار سيتم بناء جدادات في جدادات تخص الزرق بلاستيك الإدكاسيون سيفيك الإدكاسيون غالور الإدكاسيون إسلاميك الماتيماتيك السيانس الفيس سيونتيفيك الماتيماتيك اللغة واللغة جميع المواد التي التي يحتوي عليها منهج التعليم الأولي هذه دورة كوينية في جهات قلمة وادنون كانت بتنسيق مع المديرية الإقليمية ومع جهات وادنون سفن فيها بزاف تخللتها بزاف ديال الورشات بتنسيق مع مجموعة من مفتشين ديال التربية والتكوين والحمد لله توفقنا وزدنا شي حاجة للرصيد المعرفي اللي كان عندنا هي ورشات تكوينية تتوخى أساسا تمكين هؤلاء المستفيدين من آليات إنجاح مهمتهم التربوية بالفصل الدراسي تكوين يندرج في سياق سلسلة التكوينات للرفع من قدرات هؤلاء المربين نبقى في شان التربوي وانسجما مع الرؤية الاستراتيجية الفين وخمسة عشر الفين وثلاثين نظمة الثانوية التأهلية البقالي ببجدور بشركة مع جمعية أباء وأولياء تلاميذ الثانوية حفلا تربويا خاصا للاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في الأسلس الأول من الموسم الدراسي الحالي بريغين العروسي ومحمد شارة وجه آخر من أوجه تحفيز المديرية الإقليمية للتربية والتكوين ببجدور للمتعلمين على التفوق الدراسي حفل تربوي خاص ينظم هنا بالثانوية التأهلية البقالي تحفيزا وتشجيعا للتلاميذ على التحصيل الجيد أنشطة متنوعة استهدفت إعادة الثقة في المدرسة وتكوين التلميذ الطموح والواعد المفعن بالحيوية والنشاط هذا النشاط التربوي الهام الذي يهدف إلى الاحتفال بالتلاميذ المتفوقين وترصيخ تقافة التفوق والضمان الرئيسي لتتبيت ثقة المجتمع في المدرسة العمومية وهذا كله بفضل عائلتي والأطر التربوي تتمثل في كل من الأخات ذاو المدر والحراث وقد اتمرت هذا المنهود بفعل العائلة ديالي الحمد لله هذا الحفل الذي اشتد ناتج على تفوق مدرسي بالمؤسسة التي استهم فيه الأطر التربوية خاصة واستهمت فيه مجموعة منتقات منها التلاميذ بصفتي كمنسق للنوادي بالمؤسسة الحمد لله فعلنا أنشطة التي تفعل تفعل تفد السنة التي للاسف ما كانت هذه البادرة الطيبة التي درت اليوم على أساس أنها تدعم المؤسسة التلاميذ المتفوقين يباري بادرة التي تحفز تلميذ الأمام كما تم خلال حفل التمييز تكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف الشعب الدراسية والمميزين في التظاهرات الرياضية وكذا منشط الأندية التربوية حيث قدمت لهم جوائز تحفيزية وتقديرية في الآن نفسه نتوقف اللحظة مع جديد الصحف الأسبوعية في قراءة لمحمد نوار لنتابع نستهل قراءتنا بجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الأسبوع الصحفي وكتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون محمد البار أن المحكمة بثت في 3668 ملف خلال سنة 2017 من بين 3836 ملف رائجا في الشعبتين المدنية والزجرية وأضاف البار أن هيئة المحكمة تمكنت سواء على صعيد الرئاسة الأولى والنياب العام من تصفية جميع القضايا القديمة وأضافت الأسبوع الصحفي أن المحكمة تمكنت أيضا من تقليص معدل عمر القضايا مع السهر على تحسين وتجويد المقرارات القضائية مبرزا أن السنة المنصرمة تميزت بتخصيص خلية من كتابة الضبط لتسريع عملية التبليغ مما ساهم في تقليص أجال البث في القضايا المعروضة على أنظار هذه المحكمة صحيفة جودا الإلكترونية كتبت من خلال تتبعها للمراحل الأخيرة لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي المرتقب تجديدها صرح بعض المنتخبين والمستثمرين بجهات الصحراء لجود حول أهمية تجديد الاتفاق بالنسبة للساكنة والمنطقة حيث قال رئيس فرع الباترونة بالصحراء ومنتخب بلدية الداخلة أن المنتخبين والساكنة واقفين بالمرصاد لللوب الجزائري الذي يسعى لعرقلة هذه الاتفاقية صحيفة برلمان كوم كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية أن بحارا لقي مصرعه يوم الثلاثاء المنصر معلامة نقارب صيد تقليدي غير قانوني بسواحل قرية الصيد لاسارغ وذلك إثر إصابته بسكتة قلبية وفق ما أورده نفس المصدر فإن الهالك الذي يبحر لأول مرة كان بمعية شخصين آخرين على متن قارب صيد تقليدي غير قانوني خرج في رحلة صيد بسواحل قرية الصيد لاسارغ قبل أن يتفاجأ رفاقه بإصابته بسكتة قلبية ليعودوا ودراجهم بعد أن قاموا بتبليغ السلطات المحلية والبحرية الملكية عن الواقعة وضف مصدر برلا من كوم أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة اتتم وضع البحارة الاثنين اللذين كان بمعية الهالك على أنظار الحراسة النظرية من أجل متابعتهم بسبب استعمال قارب صيد غير قانوني ومن صحيفة المشعل نختم جولتنا الصحفية وكتبت في عددها الصادر هذا الأسبوع بلغت قيمة مبالغ الضربة على السيارات لافينيت التي استخلصتها الدولة برسب سنة 2018 وتحديدا إلى غاية بتم شهر يناير المنصر 220 مليار سنتيم وذكرت المشعل أن عدد العمليات المنجزة لأداء هذه الضربة عبر مختلف وكالات وشباب كيلبونوكي والمواقع الإلكترونية بلغ مليوني عملية وفق ما كشف عنه المركز انتقل إلى رحمة الله المرحوم مولود العالي لشهب عن عمر يناهز مئة um سنتين الفقيد التمير قبيلة ايتم مسعود كما انتقل إلى رحمة الله المرحوم الوالي والسيد احمد ولدح عن عمر يناهز 84 سنة الفقيد التمير قبيلة ترقيبات ولاد موسى اهل بالله وانتقل إلى رحمة الله العالم عبدالله والعبد الحي والريرة عن سن تناهز 69 سنة الفقيد قبيلة تيدرارين كما انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة فاطمة من عبدالله أحريم مع العمر يناهز تسعة وثمانين سنة فقدات تنتمي لقابلة زرقيين الشتوكة تغمض الله الجميع بواسع رحمة وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان وينال الله ويناله رجعون والآن وصلنا إلى التوقعات الجوية المنتظرة لأربعة وعشرين ساعة قادمة حيث من المنتظر أن تكون السماء غائما نسبيا الرياح ستهبو معتدلة لقوي من الجنوب الغربي ما احتمال هبوب رياح معتدلة فيما يخص درجات الحرارة ستصل إلى 17 درجة بالعاصمة رباط 21 درجة بكل من سيد إفني كليميم وأسا 19 درجة بالطنطن 17 درجة بالسك 21 درجة بالطرفة 19 درجة بالعيون بجدور 22 درجة بسمارة 21 درجة ببكرة كما ستصل درجات الحرارة إلى 22 درجة بكلسة زمور 20 درجة بمطريقة 19 درجة بالداخل 24 درجة بأوسرد و22 درجة بالكويرة حالة البحر بالواجهة الأطليسية سيكون البحر هائجة قوية هائجة ما بين بوجدور والكويرة شرق الشمس بالعيون سيكون بحول إلى الساعة السابعة صباحا و27 دقيقة وغرب على الساعة السادسة مساء و45 دقيقة درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة لبلادنا ستصل إلى 23 درجة بنواذيب وانواكشوت 24 درجة بأطار وزويرات 25 درجة بكيهيدي 34 درجة بباماكو 18 درجة بكل منتودني والربوني و20 درجة بتندوف وتذكيرنا بالعنوين الرئيسة غانا تجدد دعمها الكامل لموقف المغرب بخصوص قضية وحدته الترابية وللمقترح المغربي للحكم الذاتي ووفد عن مجلس جهة الدار البيضاء أستاذ قام بزيارة لمدينة العيون للقاء نظرائهم عن مجلس الجهة وفي النشرة أيضا تابعنا حفلا أقيمة ببجدور للاحتفاء بالتلاميذ المتفوقين في الأسلس الأول من الموسم الدراسي نيتو هذه النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله